موسيقى موسيقى هجمات للقوات المشتركة على مواقع ميليشيا الحوثي في الظالع وتكبيدها خسائر في الأرواح موسيقى تفاقم معاناة اليمنيين أثناء التنقل جراء إصرار ميليشيا الحوثي على عدم فتح الطرقات والمعابر موسيقى تنامي الصخط الشعبي على الحرب الحوثية تجاه الهوية اليمنية وتغييرها للمناهج التعليمية موسيقى ومصادر طبية تؤكد تورض ميليشيا الحوثي بتهريب الأدوية الفاسدة لمرضى الصراطع موسيقى مساءكم سعيد مشاهدين ومتابعين في ملفاتنا الأخبارية المتنوعة معي أنا شيرين شاهرك والزميل جمال السودي مساء الخير جمال مساء النور أهلا بك شنت وحدات من القوات المشتركة هجمات على مواقع ميليشيا الحوثي خلف سوق الفاخر ومثلث بيت الشرجي ومنطقة صبيرة شمال وغرب الضالع أسفرت عن سقوط عناصر من الميليشيا بين قتيل وجريحة لقي عدد من عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا مصرعهم وجرح آخرون في جبهات شمال غرب الضالع عقب قيام وحدات من اللواء الثاني مغاوير والثالث مقاومة بتنفيذ عملية إغارة ناجحة على مواقع الميليشيا الحوثية بمثلث بيت الشرجي خلف سوق الفاخر ومنطقة صبيرة المحاذية لمديرة الحشاء شمال غرب الضالع وقد تم مباغذة مواقع الميليشيا الحوثية وإيقع خسائر في صفوفهم وأكدت المصادر العسكرية بأن وحدات عسكرية قامت بتنفيذ عملية الإغارة وعادت دون أي خسائر قاموا مع أبطال اللواء الثاني مغاوير ليلة البارحة بالإغارة إلى مثلث بيت الشرقي وسوق الفاخر والتنكيل بالعدو وليلة أمس أبطال اللواء الثالث مقاومة جنوبية قاموا بإغارة ناجحة والتنكيل بالعدو وإن شاء الله نحن مستمرين حتى تحرير الجمهورية بالكامل إن شاء الله نحن الآن في المواقع الأمامية لقبهة شمال الضالع قبهة الفاخر وخصوصا قسم الفاخر وقد قام أبطال اللواء الثاني مغاوير ليلة أمس بشن غارة مباغته للعدو إلى هذه كلها أماكن العدو المتمركز فيها اللي بيننا وبيننا أكثر من 200 متر فقط وتم تنفيذ الغارة بنقاح وهناك قتلى وقرحة بين ميليشيات الحوثي ولا ذب الفرات كانوا حاولوا أنهم يلتقطوا أنفاسهم إلا أن جميع الأسلحة كان لهم بالمرصاد والحمد لله تم خروج الأبطال التي قاموا بتنفيذ الغارة بسلام من جانبه أكد المتحدث بإسم محور الضالع القتالي بأن الميليشيات الحوثية قامت بالضرب الهستيري من أسلحتها المتوسطة وعربات البي ام بي باتجاه مواقع القوات المشتركة بجبهات الفاخر والجب وصبيرة لكن تم التعامل معها كما قامت مدفعية اللوى ثلاثة مدرع بإخماد مصادر نيران المدفعية التابعة لميليشي الحوثي التي استهدفت مواقع عسكرية ومناطق سكنية بالفاخر والخرازة وما جاورها محققة إصابات ناجحة أننا في ظل رفض الميليشيات للهدنة أننا إن شاء الله سنواصل بالأغارات والتنكيل بالعدو إلى مواقعه إن شاء الله وأننا مستعدون ونعد لتحرير باقي مناطق الضالع ومحافظات القمهورية إن شاء الله بالكامل فالميليشيات الآن تحاول يعني بعد الهدنة تحاول بأغارات وحشود وتعزيز القبهة خوفا من التشكيل القديد لألوية المغاوير في الضالع ومن القوات المشتركة قام أفراد اللواء الثاني مغاوير واللواء الثالث مقاومة جنوبية بشني عمليات إغارة ناجحة على مواقع الميليشيات الحوثية في سوق الفاخر وباتجاه معسكر الجب المحاذية لمنطقة صبيرة سقط خلالها العديد من عناصر الميليشيات الحوثية ما بين قاتل وجريح من جبهة الفاخر محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع استشد وأصيب ثلاثة من المدنيين أحدهم طفل بانفجار لغمين زرعتهما ميليشي الحوثي المدعوة من إيران تحديدا في محافظتي الجوف والحديدة كذلك أكدت مصادر محلية في المحافظتين أن علي سعيد مبارك هائلة استشد وأصيب صالح محمد عقلان بجروح إثر انفجار لغم حوثي في مديرية خب الشعف فيما جرح طفل من أبناء مديرة الجراحي في الحديدة تقارير حقوقية وكذلك حكومية أشارت إلى أن الميليشي الحوثية زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية في أوسع عملية زراعية للألغاب منذ الحرب العالمية الثانية ملون وبالعوضة إلى جبهة الضالع ينضم إلينا عبر الهاتف العميد عبدو رويد أهلا ومرحبا بك بداية أطلعنا على مستجدات ما يجري في الضالع أستعاد الله ومساكم بكل خير حياك الله تفضل جبهة الضالع كما تعرفونها أستعاد على مدار الساحة والعليين يحاولوا إلي بعض تحصينات وتحديد أشخيبا في كل مكان وأقصب اليومين يحاولوا حتى تسلل إلى بعض المواقع ولا تتحليهات قواتاً على عمد المرفض نعم هناك هجمات على مواقع حوثية هل يعني ذلك انتقال المرحلة من الصد إلى الهجوم برأيك بأكيد هذا بالتأكيد بعد أن طابت صدرنا منذ فترة طويلة ونحن نمع الحوثيون ولكن بعد أن رأينا منهم الهجمات في المستيرات ومن المستحيل في الهون على القراءة وعلى أيضاً مواقعنا نعم يعني قواتنا الآن تستحق وطنف يعني بعد فترة الهجوم فننسق إلى حجم حاسم وإن شاء الله في الأيام القادمة ستسمعون ما يسرهم نعم هل يعني ذلك أفهم من كلامك أن هذه الهجمات ستكون متواصلة على مدى الأيام القادمة بالتأكيد نعم العميد عبد الرويد قائد ميداني في جبهة الظالع شكراً جزيلاً لك على هذه التوضيحات كنت معنا عبر الهاتف الجهود الدمنواسية لم تتوقف في اليمن ومحيطه الخارجي من انتهاء الهدنة الإنسانية المتعثرة مطلع أكتوبر الجاري لكنها لم تصل بعد رغم تزايد الضغوض وحدة التصريحات المتبادلة بين أطراف الصراع ورعات المفاوضات التي وقفت على عتبة التصور النظري المعلن لمضامين هدنة جديدة وموسعة قد تكون بحسب مصادر مسؤولة بوابة الخروج من الحرب وعلى مراحل تبدأ من الخارج ويعاد ترتيبها في الداخل اليمني ومن جديد تدعو الخارجية الأمريكية أطراف الصراع في اليمن إلى سرعة التوصل إلى هدنة جديدة وموسعة معربة عن ارتياحها لاستمرار العمل بالعنصر الأساسية للهدنة الإنسانية المنتهية مطلع أكتوبر الجاري في وقت حذرت فيه بريطانيا من مخاطر انزلاق الأوضاع إلى العنف من جديد الحكومة اليمنية أعادت تشكيل وفد التفاوض الذي يمثل مكونات مجلس القيادة الرئاسية في وقت غادر فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرانبورغ الرياض بعد لقاءات مكثفة بقيادات من التحالف والحكومة في سياق جهود يبدو أنها تقترب من صياغة تصورة لنظرية ستكون بديلا للهدنة المتعثرة وبوابة للحل السياسي الذي يستبعد مراقبون حدوثه على المدى المنظور المؤشرات التي ظهرت من صنعاء في خطاب وجهه قائد الميليشي الحوثية المدعومة إيرانيا إلى مسؤولي أجهزة سلطتها المتحكمة تضمنت توجيهات في تسيير العمل الإداري وتشديد القبضة الحوثية على مؤسسات الدولة والمكونات المجتمعية وهو ما اعتبره مراقبون تحولا في توجهات الميليشيات نحو مسارة بديلة للحرب تركز على توجيه القوة الحوثية المسلحة نحو مناطق سيطرتها لفرض المشروع الطائفي وتكريس النموذج الإيرانية في الدولة والمجتمع المقاربات الأممية المدعومة أمريكيا تؤكد على ضرورة وقف العمليات العسكرية ومعالجة تضاعيات الحرب في الجوانب الإدارية والاقتصادية وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق اليمنية مع تفاهمات في الجوانب الأمنية وترحيل مفاوضات الحل السياسية إلى مرحلة لاحقة وهو ما يعتبره ساسة يمنيون تكريسا لسلطة الحوثيين بعيدا عن استحقاقات استعادة الدولة وتسليم أسلحة الميليشيا للسلطة الشرعية لا تبدو مقاربات تجاوز أزمة العودة إلى الهدنة متاحة على المند المنظور غير أن خيارات المسار العسكري ليست متاحة للحوثيين الذين يتمسكون بمكاسبهم من الهدنة المنهارة ويطمعون في المزيد عبر مطلب دفع المرتبات وتمويل جيشهم من العسكريين والمشرفين المنتشرين من حارات صرف الغاز المنزلية مرورا بمؤسسات السلطة وصولا إلى مكتب رئاسة المشاط معنا عبر الهاتف عضو مجلس النواب سيد شوقي القاضي للتحدث حول تفاصيل هذه الهدنة سيد شوقي أهلا ومرحبا بك يعني الآن هناك مفاوضات وهناك حراك دولي بخصوص هذه الهدنة لكن الهدنة لم تجدد في الآونة الأخيرة كيف نفهم انخفاض حدة العنف كما يقال كيف نفهم استمرار فتح مطار صنعاء وكذلك إرادات الموانا يعني بنود الهدنة ما زالت قائمة شكرا جزيلا أخي بداية أنا دائما أسميها أن المجتمع الدولي يمارس معنا يمارس مع اليمنيين نوعا من التخدير مليشيا الحوثي تعطى وقت فقط لا غير لاكتثاث هوية المجتمع لاكتثاث مؤسسات المجتمع ورأيتم كيف تعبث الآن بالمناهج التعليمية وبالتالي للأسف للأسف نحن أمام مليشيا تستغل كل دقيقة لإثبات نفسها ولا ننسى أخي الكريم نذكر فقط السيدات والسادة المشاهدين بأن إيران كانت سنية إلى بداية القرن السادس عشر ثم بعد ذلك قرفت وتحولت إلى دولة إثنى عشرية تشكل خطرا على أمتنا وعلى منطقتنا وعلى قضايانا وبالتالي نفس الكلام ينطبق على مليشيا الحوثي مليشيا الحوثي الآن تعطى مزيدا من الوقت لتركب وضعها أكثر وتستلب من الأسلحة التي تصلها عبر طرق شتى أكثر وتصنع أيضا عن طريق الخبراء الذين دخلوا أرض اليمن وإلى غير ذلك وبالتالي موضوع الهدنة أنا كافر بها تماما لأنها هي عبارة عن مزيد عن فرص يغتنمها الحوثي وبعد ذلك هو لن طيب أستاذ شوقي رغم ما قلت طبعا وهذا على مرأة ومستمع من الجميع هناك تغييرات واضحة في المنهج وهناك استراتيجية كما تقول لتغيير الهوية برمتها يعني كيف نفهم التقاربات السعودية الحوثية كيف نفهم المواقف المجتمعية من الهدنة هل هناك تقارب بالفعل في وجهات النظر أم العالم يريد إخفال أو تجنيب هذا الملف سأقول لك نقطة مهمة وهي لو كانت الهدنة بشروط تحقق إنجازات الشرعية وتحقق إنجازات للمواطنين وتصنع سلاما حقيقيا لا أشهدنا بها لأننا جميعا لسنا مع إراقة الدماء ونحن مع السلام وقد بادرنا في إبريل 22 عندما اجتمعنا في موضوع اللقاء التشاوري أشهدنا بأننا مع السلام وإذا كان الثوتي سيقنح السلام فأهلا وسهلا به لكن أخي الكريم أولا من خلال تجربتنا على مدار يعني عشرات السنين هذه المليشية لا تلتزم عهدا ولا مثاقا أما من حيث تقارب الدول الأخرى ومنها إخواننا في المملكة العربية السعودية أخي الكريم المملكة العربية السعودية ليست جمعية خيرية هي بالأخير دولة لها أمنها القومي لها تحالفاتها تمارس عليها ضغوط أيضا دولية ومن ثم هي بالأخير سترعى مصالحها لكن للأسف أين أجندتنا نحن أين استراتيجيتنا نحن إذا كان إلى الآن مجلس القيادة الرئاسي لم ينجز الاستراتيجية التي يجب أن ينجزها للمرحلة القادمة إذا كانت الثلاث اللجان المنبسقة عن لقاء التشاوري القانونية والاقتصادية والتشاور لم تنجز استراتيجيتها ونحن ندخل الآن تقريبا الشهر يعني بعد أكثر من نصف عام ولهذا أستاذ شوقي طيب الآن كما تقول أنت بأنها فرصة لإعادة ترتيب صفوف هذه الجماعة وتقول إلى الآن لم تنجز أو لم نجز طرف الشرعية البنود التي تؤهله طبعا الآن برأيك في هذه المعطيات أو من خلال هذه المعطيات من يمتلك أبراك الضغط يعني إلى من يستمع مجلس الأمن أو المجتمع الدولي ومن الذي يفرض كلمته في الأيام القادمة جميل أولا مجلس الأمن وجميع الدول في العالم تعترف أولا بما يسمى سلطات الأمر الواقع للأسف مليشيا الحوثي السلالية العنصرية الإرهابية موجودة على أراضيها كاملة دون أي شريف بينما نحن يا أخي لا نغالط أنفسنا نحن الآن تشضينا إلى مكونات إلى درجة أن مجلس القيادة الرئاسي لن يستطع أن يجتمع الآن لأن الحكومة لم تستطع ما استطاع حتى أن يقيموا احتفالا بمناسبة 29 سبتمبر و14 أكتوبر أخي الكريم إذا كانت الهدن للأسف أولا هذه نقطة مهمة أن الهدن عن إذنك بس أن الهدن التي أن التفاقيات التي نعقدها ينقز ويحقق فيها الحوثي نقاط لصالحه بينما نحن كم مرة وضعنا شر رفع الحصار عن تعز وكلها بنود أستاذ شوقي لم تنفذ وتمت الاستجابة لهدنات في المرات السابقة لا ندري على ماذا تم الاتفاق شكرا جزيلا لك سيد شوقي القاضي عضو مجلس النواب كنت معي عبر الهاتف تتواصل معاناة اليمنيين في التنقل بين المحافظات عبر طرق وعيرة محفوفة بالمخاطر والحوادث المميتة جرى إصرار ميليشيا الحوثي على رفض فتح الطرق الرئيسية منذ ما يزيد عن ست سنوات هذا المشهد يتكرر بشكل يومي جراء حصار الحوثيين للمدن ورفضهم فتح الطرق الرئيسية منذ اتفاق سويد وحتى الهدن الأممية الممددة انزلاق حافلة النقل الجماعي من هذا المنحدر في نقيل ضمران بمديرية القبيط محافظة لحج بقدر ما أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين بينهم امرأة وإصابة العشرات عكس حجم المعاناة التي يكابدها اليمنيون ليل نهار السير في طرق وعيرة وغير معبدة لحافلات النقل الجماعي والسيارات الكبيرة أشبه بالمهمة الانتحارية نتيجة رفض ميليشيا الحوثي فتح الطرق الرئيسية كطريق الشريجة كرش والذي يعد الطريق الرئيسي الرابط بين عدن ولحج وتعز ومنه نحو صنعاء مضطر المواطنين إلى العبور في نقيل الضمران الذي يتربص بأرواح العابرين جراء تعنط الحوثيين وإلى جانب إغلاق الطرق الرئيسة كطريق الشريجة كرش أغلقت الميليشيا طريق الضالع الفاخر إب رغم الوساطات المحلية التي حاولت إعادة فتحه بالإضافة إلى استمرار الحصار على طرقات ومعابر مدينة تعز منذ نحو ثماني سنوات ما يؤكد أن ميليشيا الحوثي تتلذذ بمعاناة اليمنين وزيادة الفواجع بمآسي الطرق المستمرة الحوادث المتكررة والأنفس البريئة التي أزهقت في الطرق الوعرة والبديلة تظل معلقة في رقاب الحوثيين الذين رفضوا تنفيذ البند الرابع من الهدنة المتمثل في الاتفاق على فتح طرقات في تعز غيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال لكنها وخلال مجرايات الهدنة التي انطلقت في الثاني من إبريل الماضي وتم تمديدها مرتين جنت المكاسب السياسية والاقتصادية من بقية البنود التي وافقت عليها الحكومة دون حدوث أي انفراجة في ملف فتح الطرقات والمعابر وحتى اللحظة لا تزال ميليشيا الحوثي رافضة تمديد الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري في مؤشر على أن الميليشيا وفية لمشروعها المنادي بالموت والذي من صوره ضحايا الطرق والمعابر المغلقة ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل وزارة الأعلام سيد نجيب غلاب مرحبا بك ما هي برأيك تبعات استمرار إغلاق الحوثيين للطرق والمعابر في وجوه كل اليمنيين تفضل نعم هذه مخاطرها كبيرة جدا وما يهم من ذلك هو تحويل خطوط الترمعات إلى حدود انفصالية اليوم الحوثية هي من تجود الانفصال من خلال تقسيح الضروبات وعدم فتحها وعدم تسريب عركة الناس وعلى ذلك لها أضرارها كبيرة عدارة عن تقسيح وصال الجبراطية بهذه المتريب وهذا ستكون متائجها بضر على تكافة بأثناء الشهد اليمني نعم ناهيك عن إحساس الحركة التجارية وأيضا تحديد الناس كعالة من الإدمان وعلى ذلك ناهيك على أنها تكافة بأثناء الشهد اليمني ناهيك على أنها تستعد أيضا من حارف المتاحة وهي لا تريد بهذا التواصل أن يحدث بين أثناء الشهد ولا تريد أن تسجير باتجاه دناء الشهد وهذه الطرقات كانت مختارة أن تبتع لأنها حتى لو لم تكن من حدث دناء الشهد لأنها بالأخير نعم كما تطرقت هناك اتفاقات اتفاق السويد والهدن الأممية تضمنت هناك تفاهمات على فتحة طرق المعابر لماذا لم يشهد هذا الملف حدوث أي انفراجة أنا أعتقد أنه انفراجة هي السبب وراء هذا الأمر لكن فتحة طرقات مع الهدنة من المطلوب أن لا تحتاج هذه الأمور إلى اتفاقات من المطلوب أن يكون منسط بشكل تبقائي وطبيعي من السهولة جدا بصح حركة الناس وحركة حتى المقاتلين وعمل المقابر لكن الحرزية طرفه الشرعية رضعت كل أطراف الشرعية فتح الطرقات وتجهز نفسها لحرب قادمة نعم سؤالي الأخير أستاذ نجيب إذا تمت العودة إلى مسار الهدنة برأيك هل سينفذ الحوثيون هذا البند الرابع المتمثل بفتح الطرقات أم لم سيتنصلون كعادتهم أنا أعتقد أن الحوثية عادة ما تعيد كان قدي اتفاقات مهما كان هذا الاتفاق يتنصلون من مسارة تحطط روبات ويخترق المقصص الكثيرة لحد المسكحة الحوثية لا تريد أن نطر في محل الحياة هي تريد أن تثبت هذا الأمر الواقع اليوم لكي تبني قوتها وتساعد الحرب الأخرى هذا ما تحطط لك نعم السيد نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهجر تواصل ميليشيا الحوثي خروجها عن المعايير الأكاديمية في الجامعات اليمنية وتقوم بفرض سيطارتها على التعليم الجامعي ومؤسساته الإدارية والعلمية حوثنة التعليم الأكاديمي والجامعي مستمرة هدمت الميليشيا الحوثية كل ما تم تشهيده خلال العقود الماضية من خلال التدخل في مصاري العملية التعليمية والمعايير الأكاديمية في الجامعات وإقصاء الكوادر والاختصاصيين وفرض الرقابة بسياسة ممنهجة على التعليم الجامعي ومؤسساته الإدارية والعلمية كلية الإعلام بجامعة صنعاء مثال حي إذ فرضت الميليشيا أساتذة موالين لها لنشر فكرها الدخيل على طلاب الجامعات آخرها شقيقة بوق الجماعة الإعلامي محمد العماد لتتولى بنصبا في هيئة مراقبة الجودة على المنهج الإعلامي في الكلية استنادا إلى نسبها السلالي وخلافا لتخصصها العلمي في مجال الفقه المقارن العبث والفساد في الجامعات الحكومية والخاصة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي تسبب بإلغاء تصنيف جامعة صنعاء سابقا التي تعد الجامعة الحكومية الأولى في اليمن وجامعات يمنية أخرى طرق وأسالب متنوعة للميليشيا الحوثية في استهدافها المتكرر للجامعات وكوادرها وطلابها في صنعاء ومدن يمنية أخرى مراقبون أشاروا إلى تزايد السيطرة الحوثية على المؤسسات التعليمية ضمن استراتيجية تهدف بشتى الوسائل إلى حوثنة التعليم والتحكم بالأجيال القادمة عبر صياغة المضمون وإحلال الكوادر والتحكم بالاختبارات والنتائج التي أصبحت مركزية في كل مستويات المراحل التعليمية هذا ويتساعد رفض الشعبي للحرب الحوثية التي تشنها ميليشيا الحوثية على الهوية اليمنية حيث عمدت إلى إدخال تعديلات على الكتب المدرسية خاصة مناهج المرحلة الابتدائية والأساسية وقامت بحذف دروس تتعلق بثورة السادس والعشرين من سبتمبر يدرك الحوثيون جيدا الخطوة التي قاموا بها وهي بداية سيطرة الفكرية والعقائدية لضمان جيل خاضع لأفكارها الشيطانية وشعارتها العنصرية لا يدركوا معاني الحرية ولا معاني الوطنية يتجلى ذلك في مساعيها الحثيثة والمتواصلة لتغيير المنهج الدراسية تغيير أشبه بإبر مخدرة تستهدف الشباب والنش بهدف رسم صورة ذهنية لدى الطالب والمجتمع تدين بالولاء للجماعة قبل ذلك بدأ الحوثيون بقطع الرواتب وربط من يطالب بها بالارتزاق لصالح التحالف ويعتبرونه خائنا للوطن واستخدموا أساليب التغيير المرحلي تدريجيا بهدف تكبيم أفوائي معارضة لهذه الممارسات لتتاح لهم فرصة تدجين جيل يدينوا لهم بالولاء ويؤمنوا بمعتقداتهم الزائفة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن جراء الحرب التي أشعلتها الجماعة المدعومة من إيران على اليمن واليمنيين وفي المقابل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخطا شعبيا كبيرا وعاصفة من الإسيا والردود في أوساط اليمنيين على خلفية إقرار مليشي الخوثي كتبا جديدة للمنهج الدراسية بمضامين مسخ وتعبيئة طائفية سلالية وعنصرية مقيتة وأثارت التعديلات الطائفية والسياسية التي أجرتها جماعة الحوثي وفق الأجندتها على منهج التعليم الدراسي غضب ومخاوف اليمنيين وخلقت حالة من الخوف الشديد لدى معظم المواطنين حول مستقبل أبنائهم ملوحين بإخراج أبنائهم من المدارس واللجو إلى التعليم عن بعضي وعبر وسائل الأنترنت حالة الرفض الشعبي تزايدت خلال اليومين الأخيرين بعد تعميم أصدرته جماعة الحوثي إلى المدارس الحكومية والأهلية في مناطق سيطرتها تطالبهم بإجراء امتحانات مركزية على طلاب المدارس للتأكد من تدريس مناهج التعليم التي أجريت الجماعة تعديلات عليها وفقا لأجندتها السياسية والطائفية وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور عبد الحفيظ النهاري في الاستوديو مساء الخير دكتور عبد الحفيظ مساء الخير بداية كيف تنظر إلى تحويل الميليشيا الحوثية للاختبارات للصفة السادس والثامن إلى وزاري وما هو الهدف من هذه الخطوة بسم الله الرحمن الرحيم بداية أقول لك وكل عام أنت بخير بمناسبة أيدي ميلادك اليوم وانت بخير شكرا دكتور وفيما يتعلق بالإجابة على السؤال حول الخطوات أو الإجراءات التي اتخذت بشأن التعليم طبعا أثار هذا الموضوع أثار موجة غضب كبيرة شعبية من قبل أولياء الأمور ومن قبل الطلبة ذلك أنه استحداث غريب وغير مبرر والذي سعى من خلاله مبدئيا لإخضاع مدارس أمانة العاصمة ومدرياتها للاختبار المركزي لصفوف كما ذكرتي وذكرت تقرير من السادس إلى الصف الثامن أساسي طبعا هذه الخطوة أولا خطوة غير تربوية وغير تعليمية خطوة غير مدروسة وهي خطوة سياسية وعقائدية أكثر منها تربوية أو تعليمية لأنه يهدف منها إلى مزيد من السيطرة على عقول النشأ وخاصة في المراحل الأساسية بحيث يتمكنوا من خلال هذا الموضوع الاختبار المركزي يتبكنوا من فرض ملازمهم وأفكارهم والتحريفات التي فرضوها على المناهج وإخضاع النشأ لاختبارات مركزية ليتأكدوا من تطييف وغسل عقول هؤلاء النشأ والزرع والغرس الطائفي المبكر هذا من ناحية الإجرائية لكن دعيني أتحدث من ناحية القانونية والدستورية من ناحية الدستورية الجماعة الحوثية هي جماعة ميليشيات انقلابية لا تمتلك أي حق دستوري في السيطرة على مؤسسات الدولة ووزارتها ومنها وزارة التربية والتعليم ثانيا من منظور دستوري وقانوني فإن أي تعديل في العملية التربوية يجب أن يستند سواء في المناهج أو في طرق التدريس أو في طرق القياس أو في المحتوى أو في الأفكار لا يتم تعديله إلا من خلال المرجعيات الوطنية ما هي المرجعيات الوطنية؟ ينص قانون التعليم رقم 45 العام 1992 في المادة الثالثة مثلا يقول تنبثق فلسفة التربية وأهدافها في الجمهورية اليمنية من عقدة الشعب الإسلامي ودستور البلاد ومن تراثها العربي والإسلامي ومن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومن رصيد الحركة الوطنية اليمنية وتجربتها ومن خصائص المتعلم وحاجة المجتمع الحوثيون لم يلتزموا باعتبارهم مليشيا إنقلابية بأي عنصر من هذه العناصر بالعكس على العكس قاموا بحذف هذه الهداف قاموا بحذف وتحريف المنهج وحذف كل ما يتعلق بثورة سبتمبر وأهدافها وشخصها وأبطالها وحذف الرموز الوطنية التي ناضلت خلال حوالي قر من الزمان لكي يحصل الشعب اليمني على حريته واستقلاله وقامت بتحريف المناهج على مستوى التربية الإسلامية وعلى مستوى التاريخ وعلى مستوى اللغة العربية وأدابها وعلى مستوى العلوم الاجتماعية بما فيها حذف حتى التراث الأدبي الوطني للحركة الوطنية التي كانت تدرس لكبار ورموز الحركة الثقافية كالمقارح والبردوني والزبيري وغيره واستبدال هذا بنصوص مستحدثة وضعيفة تتعلق بهدف الطائفي بالهدف تطيف المجتمع وتطيف التعليم نعم دكتور يعني الكل شاهد هذه التغييرات وهذه الممارسات الممنهجة ضد التعليم وحشوها بأفكار طائفية بحتة يعني وشطب كما ذكرت العناصر والرموز الوطنية بعد هذه الاستهداف بعد المناهج ما الذي يمكن أن يحدث يعني ماذا بعد المناهج برأيك طبعا المزارة التربية والتعليم مهمة جدا لأي فئة عقائدية أو طائفية كالفئة الحوثي وبالتالي ترى أنهم أولوا هذه الوزارة اهتماما كبيرا ووضعوا على رأسها يحيى بدر الدين الحوثي أخو عبد الملك الحوثي وزير للتربية والتعليم والهدف من هذا هو توظيف هذا الجهاز الضخم الذي يصل إلى كل بيت في اليمن توظيفه توظيفا طائفيا وتوظيفا سياسيا وتوظيفا فكريا أي تطييف المجتمع عبر هذه الأداة الضخمة وهي وزارة التربية والتعليم وبالتالي نفذوا إلى المجتمع وإلى كل بيتا خلال هذا الجهاز الذي هو ملك للوطن لأن وزارة التربية والتعليم حسب قانون التعليم فإن وضع المناهج ووضع الفلسفة كما طرحت لك له مرجعيات وطنية وله آليات دستورية وقانونية فمثلا الدستور ينص على مجلس وطني للتعليم يرأسه رئيس الوزراء الدستور والقوانين أيضا تنص على مسألة أن العملية التعليمية هي عملية مجتمعية شاملة تتعلق بكل الناس يجب أن يكون هناك إجماع يعني كانت وزارة التربية والتعليم تعقد مؤتمر أول كل عام دراسي كل أول عام دراسي وكانت وزارة التربية والتعليم تعود في أي تعديل للمنهج إلى المرجعيات العلمية إلى مركز البحوث والتطوير التربوي الذي كان هو المعني علميا بوضع التجديد والتحديث في المنهج بشكل مدروس وبشكل مرحلي وبشكل يأخذ في الاعتبار عدة خطوات منها التقويم التدريجي ومنها التجريب الجزئي إلى أن يصلوا إلى صيغة منهجية تتلائم وحاجة المجتمع وقدرات الطلاب الذهنية والفكري دكتور يعني هنا الآن ما هي الصعوبات أمام الطلاب وأمام أولياء الأمور بالذات بعدما فشلت هذه الميليشيا في تعبئتها الطائفية عبر الإعلام فاتجهت إلى المناهج التعليمية وإلى الطلاب والنشأ كما ذكرت إذن هنا صعوبات يواجهها الأهالي مع إدراكهم بهذه الخطورة بهذه المفاهيم العقيدية الطائفية الخاطئة كان هناك مقاومة شعبية هامة عبر منصات التواصل الاجتماعي وشكلت دليلا ومؤشرا كبيرا على رفض الشعب ورفض الأسر ورفض أولياء الأمور ورفض المجتمع لمثل هذه الإجراءات ودليلا على التعصف فيها ودليلا على أنها أيضا إجراءات غير مدروسة وإجراءات لم يعودوا فيها إلى المرجعيات لا المؤسسية ولا العلمية ولا القانونية ولا الدستورية إلا أنهم فقط يركزون على هدفهم الطائفي العقائدي الضيق للجماعة وبالتالي ويفرضون هذا بالقوة يعني هم الآن يقصون المعلم هذا هو الحل الآن أمام الأولياء وأمام الآباء أن لا يأخذون أطفالهم إلى المدارس؟ هذا هو الحل؟ هي مشكلة كبيرة هم يريدون عبر هذا النظام أن يتأكدوا من قياس أن يقيسوا ويتأكدوا من وصول أفكارهم وزرعها وغلثها في عقول هؤلاء النشأ من خلال الاختبارات المركزية دون أن يجربوها ودون أن يختبروا ودون أن ترجع لأي مرجع علمي والهدف الطائفي عموما واضح فيها وجلي ولكن لا يملك المواطنون إلا أن يعبروا عن غضبهم كما فعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي وهي كفيلة كانت بأن تجعل مثل هذه الفئة تتراجح نحن نتفهم موقف الآباء في هذه الظروف الاستثنائية بالنسبة لأبنائهم وطبعا نتمنى أن نستطيع أن نوصل إلى حل ويعني هؤلاء أمانة والشباب والنشأ هم الجيل المستغبا فبالتالي نتمنى توفيق للجميع دكتور عبد الحفيظ النهاري شكرا جزيلا لك على حضرك معنا في الستوديو شكرا لك وضمن حملة العدالة للمختطفين نظمت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة المؤقت في تعزل مناصرة المختطفين والمطالبة بالعدالة لهم وجبر ضررهم وتأتي حملة العدالة للمختطفين في وقت تعثرت فيه المشاورات اليمنية بسبب رفض ميليشيا الحوثي استكمال المشاورات وإطلاق صراح المحتجزين أين العدالة أن أحمل أنا مسؤولية الأب وأنا أم أين هذه العدالة أين العدالة أن أخاف أني أتي الصباح ولا أستطيع توفير بستلزمات المدارس لأطفالي أين زوجي أين أبو أولادي لا أعلم عنه شيء أحي نموه عمي أهو حقا مراع القضبان منذ اختطفوه في 2015 عمخة قتل وذهب إلى السماء أريد أن أعرف وناشدوا الكل وناشدوا الجميع أين ذو فقط منذ 2017 وأنا هنا منذ 2017 وأنا في كل وقفاتي علني ألقى عنه خبر أو ألقى عينه ولكن لا فائدة لم أمل سأنتظر حتى يفرقوا عندهم تزامنا مع حملة المناصرة تطلقها رابطة أمهات المختطفين بعنوان العدالة للمختطفين والتي تأتي في وقت تتعثر فيه الأطراف اليمنية عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وإقصاء قضية المختطفين والمعتقلين من الجهود المبذولة محليا وإقليميا ودوليا فضلا عن تعنت ورفض جهات الاعتقال في إطلاق صراحة المدنيين المحتجزين لديها المكفولة حقوقهم بالحرية المكفولة لهم شرعا وقانونا إننا في رابطة أمهات المختطفين نطالب بإطلاق صراح 526 مختطفا ومخفي قصرد جماعة الحوثي منهم أربع صحفيين يواجهون حكم الإعدام كشفت مصادر طبية تورط ستة من قيادات ميليشيا الحوثي بتهريب الأدوية الفاسدة التي تسببت بارتفاع عدد الأطفال من مرضى السرطان الذين توفوا نتيجة الحقن المنتهي الصلاحية فيما لا يزال آخرون في غرف العناية المركزة جريمة كارثية تحمل في طياتها جرائم عدة استغلال وتهريب وطمس للحقائق وتبرئة المتورطين واستخفاف بحياة البشر لا سيم الأطفال مصادر طبية كشفت عن تورط ستة من قادة الميليشيا الحوثية في تهريب الأدوية واحتكار أسواقها في مناطق سيطرتها واتهامها بإدخال شحنة الأدوية الملوثة التي حقن بها الأطفال المصابون بمرضى السرطان وفاتوا أكثر من ثمانية عشر طفلا من مرضى السرطان في صنعاء الخاضعة لميليشيا الحوثي فيما لا زال ثلاثون طفلا في غرف العناية الفائقة بحالة يرثى لها في عدد من مشافي العاصمة قابله استخفاف وتعامل لا مسؤول من قبل وزارة الصحة الحوثية التي ظلت ملتزمة بالصمت لأكثر من أسبوع إلا أن الإعلام المحلي والخارجي حشرها في زاوية ضيقة وكشف جريمتها المروعة مصادر طبية في مركز الأورام في مستشفى الكويت بصنعاء كشفت أن ميليشيا الحوثي رفضت منحا علاجية عرضتها جهات دولية قبل عام لتقديم علاجات السرطان للمركز بشكل دائم واضعة شروطا لقبول العرض بإمداد الجبهات بأجهزة وسيارة إسعاف للجرحة متناسية آلام ومرارة المرض الذي يكابده الأطفال من مرضى السرطان منظمات حقوقية محلية ودولية طالبت بفتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات الجريمة وكشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن حصولها على وثائق حول عمليات تهريب منظمة لأدوية وإعادة تعبية أدوية مجهولة المصدر في أوكار داخل البلاد وطباعة أغلفة ونشرات طبية بتواريخ حديثة واتهمت قيادات في الميليشيا بالتورط في الجريمة وأكدت أن الجريمة قد فتحت ملفات خطيرة لجرائم أخرى ترتكب بحق المرضى اليمنيين إدانات كافية لتورط ميليشيا الحوثي في جريمة وفاة الأطفال ودخول الدواء الفاسد إلى أجساد المرضى للحديث ينضم إلينا عبر سكايب رئيس مركز حق لدعم الحقوق والحريات في جنيف سيد هاني الأسودي سيد هاني الآن ميليشيا الحوثي تحاول تبرر للمجموعة والستة الأشخاص التي تم اتهمهم بهذه الجريمة عادة سيد هاني كيف تتم عملية توريد العلاج من يمتلك عنصر الرقابة حتى وصولها إلى مناطق سيطرة الحوثي حقيقة أن من يقوم بتوريد العلاجات هي معروف أن المنظمة الدولية تقوم بتوريد بعض هذه العلاجات ولكن بالنسبة لدواء السرطان هذا المنتهي صلاحيته تم استخدامه لنفاذ الكمية وتم إحضاره من السوق المحلية وبالتالي تتحمل مسؤوليته جماعة الحوثي الموردين حوثيين معروفين قيادات حوثية وهي من تتولى توريد هذه الانتهاكات توريد هذه العلاجات الغريب في الأمر أن هذا يمر أمام الصمت من المفوضية السامية لحقوق الإنسان المفوضية لدينا مكتب قطري موجود في اليمن السيد رينو دايتال هو مدير هذا المكتب وللأسف الشديد هناك صمت شديد تجاه هذه التجاوزات كان المفترض أن يتم تشكيل فريق عاقل وفريق تحقيق عاقل تشكله المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتقوم بالتحقيق في هذه القريمة المروعة وخاصة أنها قريمة ضد الإنسانية وتنتهيك هاني هاني أين يكمن الخلل في الضغط على هذه المنظمات أو لفتح تحقيق دولي هل ترى بأن هناك ضعف في المطالبة من جهة الحكومة أم هناك ضعف كذلك من التغطية الإعلامية لمثل هذه الجرائب حقيقة في مثل هذه القريمة كانت هناك تغطية إعلامية جيدة أنا قرأت كثير من مقالات في فرنس براس في وكالة الأنباء العالمية حتى هنا في سويسرا وكالة الأنباء السويسرية سويسينفو تناولت هذا الخبر المشكلة أن مكتب المفاوضية لا يقوم بعمله نحن إن شاء الله سنطلب غدا لقاء مع المقرر الخاص المعني بالحق والصحة ولابد أن نتحدث بهذا الموضوع وسنتحدث معه بهذا الأمر لأنه يجب أن تكون هناك إدانات واضحة المشكلة أن حتى الأمم المتحدة لا تقوم فقط بتقديم المقرمين إلى العدالة ولكن لا تقوم أيضا بأقل من ذلك وهي الإدانات نحن نأمل أن تكون هناك إدانات واضحة من المفاوضية السامية للحقوق الإنسان لأن المقرمين لا بد أن تتم إدانتهم علنا وأن يناروا عقابهم نحن دائما من طالب أبداء عدم إفلات المقرمين من العقاب وإنصاف الضحايا ولكن للأستدين إن هذا التجاهل من قبل المكاتب الأممية المتواجدة في اليمن بما فيها أيضا منظمة الصحة العالمية التي يجب أن يكون لها وقفة في هذا طيب سيد هاني الوضع في اليمن والظروف التي تؤدي إلى السماح لمثل هذه المتاجرة كذلك دخول الأدوية الغير شرعية وكذلك التعبياء الغير شرعية لهذه الأدوية هل هي أجواء الحرب وظروف الحرب التي تركت هذا المجال أم المجتمع الدولي ساهم في ذلك بنعدام عنصر الرقابة حقيقة هي أوضاع الحرف هي في الأساس الأول ولكن هذا لا يعفل المجتمع الدولي هناك تقدم مساعدات كبيرة كانت تقدم من المجتمع الدولي إلى اليمن ولكن للأسف الشديد الكثير من هذه المساعدات تذهب إلى أيدي الحوثيين إلى المجهود الحربي إلى أيدي قيادات حوثية ويتم من خلالها الإثراء ويتم بيع كثير من المساعدات الغذائية والعلاجية التي تقدم إلى اليمن يتم بيعها بالسوق السوداء ويتم الإدجار بها من قبل حوثيين معروفين ويشار إليهم بالبناء أستاذ هاني على عجالة في حال أنكم قمتم بهذا اللقاء الذي تعزمون القيام به هل ترى من ضمن الحلول أن تكون هذه الأدوية أو توريد الأدوية بإشرف حكومي على الأقل هو يغيب أن تقوم هذه الأدوية بإشرف حكومي ولكن هذه اللقاءة نحن كمنظمات غير حكومية نقوم بهذا العمل الذي نستطيع القيام به ولكن يظل الدورة الأكبر هي على المنظمات الدولية المنظمات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها هي عليها التورة الأكبر في إيقاد رقابة حقيقية في توزيع المواد الغذائية وفي توزيع الأدوية المقدمة من الجات المانحة لليمن في غياب ذلك يستمر هذا العبث الحوثي وفي استمرار تعيين حوثيين في مكاتب هذه المفوضات نحن نعرف أن هناك ضغوط حوثية دائما على هذه المنظمات لتعيين بعض الحوثيين ليتمكنوا من التحكم بقرارات تلك المنظمات من الداخل وهذا ما ينعكس طبعا على صحة الأطفال والقاعدة الجمهيرة بشكل عب الموجودة في هذه المناطق شكرا جزيلا لك سيد هاني الأسودي كنت معي عبر سكايف أسبق في محافظة شبوى العميد عوض سالم ديبان المرزق الخميس من محاولة اغتيال بعملية إرهابية استادفت موكبه بمدينة عطق بمحافظة شبوى أفاد مراسلنا بأن عبوة ناسفة استادفت موكب مدير أمن المحافظة الأسبق في مدينة عطق أثناء مروره في شارع العام وأضف إن العبوة التي جرت تحكم بها عن بعد انفجرت وأسفلت عن سشهاد نجلي مدير الأمن العام الأسبق وجرح أحد مرافقه ملفاتنا الإخبارية مستمرة وتتابعونا بعد هذا الفاصل إصابات واعتقالات في مناطق عدى بالظفة الغربية وقوات الاحتلال تقتحم بيت عزاء السميني ناعم اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 لإعلامنا العربي الذي يمنح هذه المساحة للقضية الفلسطينية حتى تظل القضية الأولى الحاضرة على أجندة الإعلام العربي الذي نعتز ونفتخر به حقيقة فلسطين تتعرض لعدوان ممنهج وواسع يطال كل مناحي حياة الشعب الفلسطيني عدوانا وتنكيلا وحصارا وقتلا وفي كل يوم فلسطين تودع شهيد وأكثر من ذلك هذه السياسة تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال اليميني المتطرف التي تتنافس على قتل الشعب الفلسطيني وتحاول حصد أصوات انتخابية في برنامجها الانتخابية على حساب الدم الفلسطيني لكن كان على هذه الحكومة أن تدرك أن الشعب الفلسطيني شعب صامد لا يمكن أن ينكسر وأن رهانها على إخضاع الشعب الفلسطيني قد فشل وأن الشعب الفلسطيني كلما اشتد الضغط عليه واشتد الحصار واشتد العدوان يزداد شعبنا الفلسطيني إصرارا طيب هذا بالنسبة للشعب الفلسطيني يبدو أن التلحم الشعبي الوطني واضح هناك كما نرى أن هناك اليوم انتفاضات ومظاهرات وإضرابات يعني متكررة في جنين ورام الله والقدس والخليل وغيرها من المناطق بما تفيد هذه الحركة أقصد هنا حركة الإضرابات الشاملة الموجودة في المدن هذه تفيد أن الشعب الفلسطيني أولا شعب موحد وواحد وأنه يجتمع عندما يتعرض هذا الشعب للعدوان والضيء من قبل هذا المحتل وأن محاولات الاحتلال التفرد بشعبنا الفلسطيني طارة باستهداف جنين وطارة باستهداف نابلس وطارة باستهداف القدس وشعفات هي حاولت أن تستفرد بكل مدينة على حدة فاكتشفت أن أي مصاب يصيب أي من المدن الفلسطينية فأنه يصيب كل الجسد الفلسطيني لذلك هذا الإضراب كان اليوم تعبيرا واضحا عن أن الشعب الفلسطيني لا يزال شعبا متلاحما لا تزال هذا الشعور بالرابط الاجتماعي والوطني والأخلاقي حاضرا وأن الشعب الفلسطيني أيضا يلتف حول خيار المواجهة وحول كرامة الشهداء وهذا ما هو واضح والرسالة واضحة من هذا الإضراب لكن هناك مطالبة الآن يبدو من الجهات المسؤولة بواضح خطة وطنية شاملة كيف ترى إلى هذه الخطة كيف ستكون هذه الخطة يعني من المفترض هذه الخطة أن تكون قيد التنفيذ تحديدا بعد اجتماعات وحوارات الجزائر والتي كان الهدف منها من الأشقاء في الجزائر تعميق وحدة الصف الفلسطيني وإعادة الاعتبار للحالة الوطنية وللعمل الجماعي المنظم من ضمن ما خرجت به ورقة الحوار أن الشعب الفلسطيني بكل قوة يجب أن يتوحد على برنامج وطني واحد تجتمع فيه الكلمة الفلسطينية والمصلحة الفلسطينية تكون واحدة عنوانها فلسطين ليس إلا فلسطين بعيدا عن أي مصالح ضي نعم وهذا ما نتمنى لتخدم القضية للفلسطينية المصلحة الفلسطينية الآن هذا ما نتمنى حصوصا لدينا تخاوف بما يحصل الآن بين الفصائل الفلسطينية وصمنا على القرار شكرا جزيلا لك السيد عبد الفتاح دولة كنت معي عبر سكائب شكرا تواصل جمهورية مصر العربية دعمها وإسنادها لأهالي قطاع غزة حيث يواصل الوفد الطبي إجراء عمليات جراحية داخل المراكز الطبية في غزة في حين يواصل الوفد الهندسي والمعماري مرحلة إعادة إعمار غزة في إطار التخفيف عن مواطني قطاع غزة وفي ضوء ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية وفد طبي مصري وصل القطاع وما زال يواصل إجراء عدة عمليات نوعية ومعقدة في تخصصات مختلفة ومعاينة الحالات المرضية وتدريب الكوادر المحلية داخل المراكز الطبية في غزة اليوم بنبدأ بالمرور على حالات التي تم إجراء إجراءات لها في اليوم السابق أمس الحقيقة كان عندنا ورم بالرقبة حالة كانت معقدة لأنها ملتصقة بالأوعية والشرائين الرئيسية للرقبة بس تم استقصال الورم بنجاح الحمد لله طبعا لازم أبدأ اليوم بالاطمئنان على حالات اليوم السابق وبعد كده بنبدأ جراحة اليوم يجمع الوفد المصري الطبي استشاركين في العظام والجراحة والعيون والذي ساعد على إجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية والتخفيف من قوائم الانتظار وتخفيف عبء السفر إلى الخارج عن المرضى خاصة في ضل ضعف المستلزمات الصحية ونقص الكوادر الطبية بسبب الاحتلال الإسرائيلي نحن الآن متواجدين في مدينة دار مصر الثلاثة هذه المدينة بتتألف من 22 عمارة حاليا قيد الإنشاء والعمل فيهم بتم بأيادة فلسطينية وعن طريق إشراف مصري ومنحة مصرية شاكرين طبعا لدولة مصر الشقيقة جهودها في عدة عمار غزة العمل يسير في مدينة دار مصر الثلاثة إن شاء الله على أكمل وجه وحسب الجدول الزمني الموجود والمدينة إن شاء الله قاربت على الانتهاء من أعمال العظم في أكثر من نصف المدينة وأعمال تشطيب الخارجية والداخلية لبعض العمارات إن شاء الله ستتم بالقريب العاجل استمرارا للجهود المصرية وإسنادها للشعب الفلسطيني تواصل الطواقم الهندسية والفنية المصرية وآلياتها عملها بوتيرة متسارعة لبناء المدينة السكنية شمال قطاع غزة باعتبارها المرحلة الثانية من إعادة الآمار الذي يتمثل ببناء مدن فيها أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية بأياد مصرية وضع أول حجر أساس في هذه المدينة السكنية للتخفيف من معاناتها لقطاع غزة ولم تدخر دولة مصر مجهودا في تقديم العون والدعم في سبيل تحسين الظروف المعيشية في القطاع عبدالهادي فرحات لقناة اليمن اليوم قطاع غزة ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في السوديو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح أيمن المرقب أهلا ومرحبا بك كنا نتحدث في تقرير عن دعم مصر وإسنادها لأهالي قطاع غزة حدثنا عن أشكال الدعم المصري للقضية الفلسطينية طبعا بداية أشكركم على هذا اللقاء الذي يفتح مجال الحديث عن دعم مصري لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والتي تمثل بالنسبة لنا منطقة تعيش حالة منكوبة بشكل كبير جدا وارتفاع نسبة البطالة بشكل فوق العدد تعرض غزة لعدة حروب خلال السنوات الماضية منذ عام 2008 حتى الآن أكثر من خمس حروب طبعا ألقت بضلال كبير جدا على تدمير الاقتصاد في قطاع غزة وزيادة نسبة المرضى والمعاقين والأخير في قطاع غزة في سياقات لو تحدثنا فقط عن ملف مصر نتمنى أن تحدث عن دعم عربي في كل اتجاهات ولكن تحدث عن مصر الدولة الأكبر والدولة الشقيقة التي تعتبر قطاع غزة هي قضية أمن قومي مصري بكل معنى الكلمة الدعم السياسي التاريخي من مصر إلى فلسطين بشكل كامل والدعم الأساسي لإنهاء مشكلة الانقسام الفلسطيني قبل أن يبدأ يمكن على عجالة تحدث عن استشراف التاريخ في مارس 2005 قبل أن تفوز حماس في الانتخابات ويحدث الانقسام عام 2006 والانقسام الدموع عام 2007 مصر استدعت كل الفصال قبل أن يحلو ذلك كانت تستشرف الخطر وتحدث عن ضرورة أن يكون وحدة حال فلسطينية وعادة ترمية منظمة التحريق الفلسطيني الآن خلال الفترة من مايو العام 2021 حدثت الحرب الأخيرة على قطاع غزة ورأينا كيف وقفت القيادة المصرية على ساق واحدة من أجل وقف الحرب مباشرة وقف الحرب بعد 11 يوم أرتقى قلال هذه الحرب 250 شهيد فلسطيني من ضمنهم 70 طفلا مصر وقفت بشكل جدي وكبير بدرود وقف ذلك هذه الحرب الدموية الآن وبدأت فقط ليس فقط في التحرك الوقف في هذه الحرب مباشرة عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو في مهمات خارجية بتوفير دعم نصف مليار دولار لعادة بناء قطاع غزة هنا حول الأقوال إلى أفعال بشكل حقيقي ليس أقوالا ثم نسمع في هذه الأقوال في الإعلام وثم تتلاشى وتتبخر بالفعل تم توجيه هذا المبلغ تم إرسال معدات بناء معدات إزالة أنقاض الحرب بعد مواد بناء الاحتلال لم ينتظر موافقة الاحتلال يعني بالعادة كان الاحتلال يرفض دخل مثلا مادة الأسمنت أو الحديد مصر مباشرة بتعليمات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دهبت المعدات دهب الفنيين دهب المهندسين بدأت دخل مواد بناء من مصر وتم تشييد ثلاث مدن فلسطينية عادت طبعا كما أشرنا إزالة أنقاض المباني التي هدمت شق طرق هدمها الاحتلال وبالفعل حول المبلغ لإنشاءات مباشرة فيه على قطاع غزة وفي نفس الوقت أيضا مساعدات في صعيد المساعدات الإنسانية مرت غزة متيجة الحرب في حصار نقص في مواد طبية نقص في مواد غدائية عبر قافلة تحية مصر التي امتدت من مايو 2021 حتى الآن حتى الآن لا زالت هذه القوافل تذهب إلى قطاع غزة ثم انفتحت موضوع ملف التبادل التجاري يعني إدخال المواد الغدائية المصرية لقطاع غزة أعتقد شيء مهم جدا الآن نحن لم يعد هناك المنتج الإسرائيلي فقط في السوق الفلسطيني هناك منتج مصري منافس بسعر أقل وهذا يخفف على كاهل الإنسان الفلسطيني يمكن أخيرها أختي الكريمة الوفد الطبي يعني لي أصدقاء تلقوا هذا العلاج خلال أيام الماضي ووفد طبي متخصص متخصصات كثيرة من ضمنها القلب المفتوح زراعة الكلا دائما مصر هي الدولة السباقة في مساندة كل الشعوب ونتمنى أن يتم تكثيف الجهود من بقية الدول العربية أيضا حتى يكون الدعم أكبر ويصل إلى عدد أكبر من الفلسطينيين طبعا دعم مصر تجلى في موقف من العدوان الإسرائيلي على غزة ودعوتها أيضا إلى وقف التصعيد في الضفاء الغربية وأيضا مناطق مختلفة وكان هناك أيضا دعم بمختلف الأشكال قدم ولا يزال يقدم كما ذكرت أنتم الشعب الفلسطيني كيف يقيم ذلك؟ بالتأكيد الشعب الفلسطيني هناك حالة أشق بينه وبين مصر بالتحديد وبين الشعوب المنطقة بشكل عام وبالتأكيد كل خطوة تقديمها مصر تلقى بالمحبة بشكل كبير جدا وخاصة أن مصر لم يكن لها يوما ولم تتورط حتى في الخلافات الفلسطينية الفلسطينية وهذا يمكن العامل الذي يعطيك أكثر طمأنينة مصر كما إشارنا الجغرافية السياسية تفرض دور مهم جدا لمصر وقدر مصر أن تكون هي الدولة الكبرى في المنطقة الدولة الكبرى تتحمل حتى أخطاء أشقاها الأصغر منها سنا كانت كدول صغيرة أو حتى أحيانا يحدث بعض التصريحات هناك ولكن مصر لها محبة كبيرة جدا لدى الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة يمكن معلومة على قناتكم أنه 30% من سكان قطاع غزة من شدور مصرية وهذا الأمر نتيجة خلال سنوات طويلة من وجود مصر بعلاقة الحدودية مع قطاع غزة هناك تبادل بالنسب هناك جغرافية تفرض نفسها في التغيير يكون هناك ديمغرافية فلسطينية مصرية في قطاع غزة نعم سيد فلحيني سؤالي كده الأخير وأتمنى أن تردع لي بإيجاز الدورة التي تقومون به في التصدي للاحتلال الإسرائيلي الذي واصل الاقتحامات والأعمال في القدس وفي المسجد الأقصى لدينا الآن أزمة كبيرة جدا في الصدام على الاحتلال في الضفة الغربية بالتحديد ليس قطاع غزة والقدس وأسرع الآن على الاحتلال الذي يريد أن يقسم القدس زمنيا ومكانيا هناك بالتأكيد شعب فلسطيني في القدس يتصدل لذلك ويكفي اليوم أن نتذكر هذا البطل رعد التميم الذي استشهد اليوم وهو يقارع الاحتلال حتى في صباح الفجر وهو في لحظاته الأخيرة أثر على الاشتباك مع الاحتلال وهو أحد سكان مخيم شعفاط في مدينة القدس وهذا يعطيك حالة عن حالة الصراع المستمر والاحتلال الذي يعتقد أنه يستطيع أن ينهي الصراع بإغراءات اقتصادية فهو أهم الشعب الفلسطيني لن يسمح بأن يتم تهويد القدس أو تقسيمه زمنيا ومكانيا هناك 300 ألف فلسطيني في القدس جميعهم سيكونوا عدين نعم طبعا القضية الفلسطينية وموضوع فلسطين موضوع يطول الحديث عنه ولكن أسمح لي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح أيمن المرقب أنا أشكرك جزيلا شكرا على حضورك معنا في الستوديو شكرا لك حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين المقبل موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد أخفاق الجلسة البرلمانية الثالثة حيث أظهرت نتائج الفرز حصول الورقة البيضاء على 55 صوتا و42 لميشيل معود للمرة الثالثة يخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد مما جعل البلاد أقرب للفراغ في رئاسة الدولة وهو ما اعتبره مراقبون إسهاما في توسيع اهتزاز شرعية الدولة في ظل الفراغ الحكومي القائمي في البلاد 119 برلمانيا حضروا من أصل 128 نائبا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة وتتطلب قواعد الانتخابات نصابا بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسيا مما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 55 ورقة بيضاء بينما حصل ميشيل معوض على دعم 42 صوتا فيما حملت الأصوات الباقية شعارات سياسية ويؤدي غياب التوافق على مرشح لمنصب الرئيس الجمهورية إلى بقاء منصب الرئيس شاغرا عندما تنتهي ولاية عونة في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية حدة وغالبا ما يتم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم للمرشح في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة وانتخب عون رئيسا في 2016 بعد شغور منصب رئاسة الجمهورية لاسمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح آخر ونتيجة الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية منتصف مايو في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية على السواء ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسواف العالم خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها أبات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث والمحلل السياسي البرلماني بشارة خير الله أستاذ بشارة أهلا ومرحبا بك يعني الآن أخفق البرلمان وأخفقت لبنان للمرة الثالثة بانتخاب رئيس الجمهورية ما هي السيناريوهات القادمة؟ يعني مساء خير أولا كل السيناريوهات هني أجزئ من المترحية وهني حلقات متسلسلة من المترحية وحيدة وهي مترحية تعطيل انتخاب الرئيس للتخول في الشهور الرئاسي لأنه بكل بساطة من يملك سلساء أعضاء المجلس هو الذي يستطيع أن ينتخب الرئيس وحاليا لا يوجد أي فريق لديه سلساء من أعضاء المجلس كل فريق من الفريقين قادر على تعطيل الانتخابات الرئيسية وليس هناك من ثوافق على رئيس والفريق الأقوى يعني أعني هنا الفريق المسلح المهيمن على قرار الضولة أعني هنا حزب الله ورشالف إيران يسيطران على الدولة ويمنعان حرور الديمقراطية والبقاء في المجلس حتى يعني الوصول إلى انتخاب الأكثرية المطلقة أي النصد زائد واحد طيب أستاذ بشارة الآن يعني حزب الله يمتلك القوى المسلحة على الأرض كذلك أن تقول بأن هناك يعني اختلاف كبير بين النواب الموجودين وعدم اكتمال النصاب يعني سنظل في هذه الحلقة الحلقة طبعا المفرغة أم أن هناك حلول برأيك ستفرض يعني انتخاب رئيس جمهورية في الأيام القادمة الفريق المهيم على السلطة الفريق المسلح يراهن على الوقت يراهن على إفراغ الموقع من شاغل الموقع رئيس الجمهورية وعندما يحل الفراغ يعني تجبر باقي الكوى على الانتياع لرغبة حزب الله ليكون لهم هذا المرشحي وأن لم يعني تنتخبوا هذا المرشح لم يعني نقوى لأي رئيس آخر نعم وهناك خب سيد بشارة لأن ترتيبات هذه المرة غير كل مرة البلد في وضع اقتصادي يعني متدهور وكذلك قادمة على فراغ رئاسي نظرا ضيق الوقت أنا أشكرك على هذه الإضاحات شكرا نزيل لك سيد بشارة خير الله باحث ومحل سياسي لبناني شكرا نزيل لك أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس الخميس استقالتها من رئاسة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة وقالت تراس أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها واعترفت تراس بأنها واجهت يوما صعبا الأربعاء لكنها شددت على وجوب أن تركز الحكومة جهودها على أولوياتها إلى ذلك دعا زعيم المعارضة البريطاني العمالي كير استرامر إلى إجراء انتخابات عامة وبعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة واجهت تراس ضغوطا للاستقالة بعدما اضطرت لإلغاء خطة خفض ضرائب الكارثية التي تسببت باضطراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حدة ونختتم ملفاتنا بهذا الخبر الرياضي حيث تم تكريم المنتخب الوطني للناشئين المتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين عام 2023 بعد وصوله إلى عدن وتم الإعلان عن تخصيص 100 مليون ريال من صندوق نعاية الناشئين وشباب لدعم اتحاد كرة القدم لإعداد المنتخب الوطني للناشئين للنهائيات الأسعوية وكان المنتخب الوطني تأهل رسميا في التاسع من أكتوبر الجاري إلى نهائية كأس آسيا للناشئين 2023 بعد تصدره للمجموعة الخامسة بتسع نقاط من ثلاث مباريات فاز فيه على بوتان ثمانية صفر على سانغفورة ستة صفر على بينجلاديش أربعة صفر إذن مبروك لمنتخبنا الوطني للناشئين وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ملفاتنا الإخبارية لهذه الساعة شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة تحياتي أنا شيرين شاهر ومن الزميل جمال السودين نلقاكم في أمان الله شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة